وعلى خلفية أحداث فرنسا التي لا تزال تعاني وتأن من وطأة الهجمات الإرهابية الدامية التي وقعت في باريس أول من أمس أعلن مسؤول أمريكي اليوم أن واشنطن ستتعاون مع فرنسا في الأيام القادمة وذلك لتكثيف الضربات ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق فرنسا ما زالت تعيش تحت وطأة الهجمات التي ضربت عاصمتها مساء الجمعة الماضي والتي ارتفعت حصيلتها إلى 129 قتيلة بينهم 20 أجنبية وحوالي 350 مصابة بينهم 80 في حالة خطيرة وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم التعرف على 103 جثث للضحايا الاعتداءات بينما لا تزال 20 إلى 30 جثث غير معروفة الهوية أما وزير الداخلية باغنغ كازنوف فدع إلى قمة نمنية للوزراء الداخلية والعدل للاتحاد الأوروبي الجمعة بهدف الإسراع بتطبيق إجراءات نمنية تجري مناقشتها بالفعل بما في ذلك التغيرات المحتملة في اتفاقية تشانغن للحدود المفتوحة وبينما نشرت شرائط فيديو لبعض الهجمات أكدت المصادر الفرنسية أنها تعرفت على أحد المهاجمين وهو إسماعيل عمر مصطفى وهو فرنسي الجنسية وكان تحت متابعة المخابرات الفرنسية وأنه تم استجواب سبعة من أفراد عائلته كما أن أحد المشتبه بهم وهو شخص مطلوب لدى وكالات الأمن الفرنسية وسجل نفسه عند معبر يفصل بين السربيا ومخدونيا كطالب لجوء كما تم العثور على السيارة استخدمت في الهجمات بضحية شرقي باريس وكذلك اعتقلت بلجيكا عددا من المشتبه بهم هذا وقد أيد الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي بعد لقائه مع الرئيس أولاند دعوته لوحدة الأمة لكنه طالب بتغييرات كبرى حتى يتم ضمان أمن الفرنسيين بالكامل في المقابل انتقدت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف أداء الحكومة وطالبت بإجراءات أمنية نظافية منها حظر المنظمات الإسلامية وإغلاق المساجد التي وصفتها بالمتشددة